السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني قبل ما بدأوا فيديو طانطان هاليوم ما تنسوا تصلي وتسلموا الله رسول الله لأفضل الصلاوات وصلنا النهاية رمضان راني جيتكم شوية متأخر على بلية راني شوية روطار ولكن هذه الحلوات قدر حضرها حتى وفي آخر يوم يعني في أمسية وانتم ما حضرت راح نشارك معكم زوج أنواع راح نشارك معكم مقاروط اللوز هذا الوصفة الجزائرية التقليدية اللي في الأوين الأخيرة راهي مكلاسيا هي الأولى بين الوصفات العالمية أما بالنسبة الوصفة الثانية اللي هي بنيون هذه الحلوة معروفة بالزاف في العاصمة ولكن في الأوين الأخيرة أيضا راهي تعمت في كامل قطر الجزائري وكام نحضرها صراحة حلوة سهلة سريعة وبنينا ولكن أنا طرقتي في تحذرها اليوم شوية ضحك المهم تبقوا عندما الفيديو قبل ما نبدأوا في تحذر وصفتنا ما تنسوا تقابونيوا في القناة وتفعليوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد وصفتي نبدأ الله بركة الله مع مقاروة اللوز وش نحتاجه عندي ثلاث كيلات انتاء اللوز بدون قشر ويكون مرحي أرقيق عندي أيضا نصف كيلة انتاء سكر كريستاليزي السكر يعني العادي كما قلت لكم ثلاث كيلات انتاء اللوز مع نصف كيلة انتاء السكر عادي نخلطهم ليح هذك السكر واللوز بين حتى نشوفهم تجانسوا من بعد اللي هنا وش رح نديركم رح نعطيكم بعض لزاس تيوس باش ننجح معاكم هذ الحلوة رح نجيبها نشوار ورح نرحي هذك الكمية كامل انتاء اللوز والسكر اللي خلطهم مع بعض وما ننصحكمش انكم تديروا سكر غلاسي ديروا السكر العادي رح نرحي هذك الكمية كامل باش سكرتاعنا ازيد الترحابيان من بعد ما هيش رح تديركم الحلوة وقت كبير في الطياب بتاعها واجيكم عسلة بين الداخل بعد ما رحيت هذك الكمية كامل عندي لنزج حبة انتاء الليمون نحيت ازاي ستاحو موضفته عندي ملعقة ايضا انتاء مزهر وملعقة كبيرة انتاء العسل عندي ايضا عصير حبة ليمون ليمون بطبيعة الحل تكون صغيرة تكون شب الزف حوالي 4 كاس وعندي ملعقة كبيرة تعالى مارغارين ديما رح تعطيها طاراوة لحلوتكم وايضا تعطيها بالنوجي كم عسلة نديروا ملعقة اللي تكون كبيرة بالنسبة لكمية اللوز بالميزان جاتني حوالي 750 غرام 750 غرام نخلطو هذه المكونات كامل مع بعض جيدا حتى نسجمو ونبعد نروح نجيبوه بالبيضة عندي اللي هنا بيضة كاملة البيضة الاولى بيضة كاملة بيض والصفر نضيفها كامل لانه الكمية راهي شوية كبيرة ندلكم حوالي 30 حبة اذا جرتهم كبار رح يجوكم 30 حبة بعد ما اضفت الكمية ذي كاملة تعال الحبة الاولى تعال البيض زيت خلط بيضة ثانية كسرت بيضة ثانية وخلطتها ملح ونضيف بالتدريج لقيتها ما زالت تحتاج البيضة الثالثة زيت خلطت البيضة الثالثة ونضيف بالتدريج نضيفه غير بشوية حاولوا ما نضيفوش الكمية تعال البيضة كامل كي تبدأوا عن الول ضيفو غير بالتدريج ممكن تديلكم بيضة ممكن زوج ممكن ثلاثة حسب الكمية نتعال لوز تعكم وحسب الحجم تعال البيض تعكم واللي هنا لازم تعجنوا ملح هذوك المكونات مع بعض ما تخافوا ولو لازم تعجنوا العجين هاتعكم لمدة عشر دقائق حتى انتوا اللي عندكم ليس بهذا الشكل وتلموها ملح بعد روحوا نجيبوا بابي فيلم ولا كيس بلاستيكي المهم يكون غيذائي وراح نغطيوا هذك العجين على الأقل يعني منيما ساعة في ثلاجة نخليوا هذا العجين تعنا على الأقل لمدة ساعة في ثلاجة سينات قد تخليوا واحتل إلى كاملة بعد ما مرتع لها حوالي ساعة روحوا اللي هنا رح نجيبوا بودان تعنا نشكلهم على النشا موش على الفارينة على النشا بهذا الشكل نشكلوا بودان اللي يكون غشين ونبعد رح نقسموه بالكوبات على زوج أقسام وراح كل قسم رح نزيد نفتحو حسب السمك اللي بغيتوه انتو ما ولا الحجم اللي بغيتوه انتو ما أعذروني شوية الكلام راهو يطلع ثم فمي ما معلش المهم الفكرة تكون توصل هذا كو الأساس ومن بعد كما قلتكم لي بودان تعيي رح نرقهم شوية وأيضا كما معروف أنه الحلوة هذه الجزائرية التقليدية اللي هي مقرط اللوز يعني يجيب حجم كبير حاولوا ما نغيروش في الهوية الحالوية تعنا الجزائرية وحاولت أيضا نحافظ على الطابع تحا نقطعها بالكوبات ونحاولو نسويوها على الجوانب من الأحسن أن يكونوا عندكم زوجت علي كوبات هذو باش تقدروا تعدلوهم على الجوانب وزيدوه هنا تقعدو ترولوه فيها باش تحافظ على الحجم وعلى الشكل تحا بهذه الطريقة ومباشرة رح نحطها في بلاتو على ورق الطهي لازم نديروا ورق الطهي باش الحلوة تعنا يعني ينتفادوا ما تلصق الناش في البلاتو ونحيوها فاسي المو لانا الكمية تعيب بعد ما كملتها كامل أنا درت 30 حبو فوتوها الفرن على 160 دراجة لمدة 15 دقيقة نشعلها من تحتها ومبعد نشعلها من الفوق تاخذين دورير يعني لون ذهبي خفيف فقط ملتحتها معليش تخليها تتحمر بهذا الشكل مهم ما تحرقوهاش هذه هي نتيجة الحلوة تعنا بعد ما طابت لكن نخليها تبرد تماما على الأقل لمدة ساعة ومبعد نروح نجيبه لنا نخدمه هذه الخلطة نتع مزهر كمية حوالي كاس تعمى زهر ولا نصف كاس تعمى زهر مع ملعقة نتع فارينة وملعقة تع سيكر غلاسي نخلطوا مليح هذيك الفارينة وسيكر غلاسي اللي ما عندوش الفارينة يقدر يدير في بلاستها إنشاء نحطوا نغطسوا الحبات تعنا انتع المقروط اللوز في هذك الخالط ما تخليوهاش تطول بزاف ننحيوها جوست ندخلوها دخلها خرجة ننحيوها ونحطوها على بابي أبسوربون يعني ورق مص للزيت ولا للمال مهم هكا ونحاولو ننشفو هذك السائل اللي خدمناه على هذيك الحبات تعنا دع الحلوة لزم ننشفوها مليح ننخليوها تقطر مليح وننشفوها من بدل هنا عندي سكر رطب سكر غلاسي رح ننخلو يعني كنحيوهم الكيس رح ننغربلوه على الأقل في الثمرات باش ننحيو منو هذك اللي هو ولا ندخلو فيه عفوا اللي هو وبعد ذلك الحبات تعنا من تعنا الحلوة أو تع مقروط اللوز تعنا رح نرميوهم بعد ما تقطروا مليح نرميوهم في هذك السكر سكر غلاسي بطبيعة الحال نغطيهم مليح وننخليوهم على الأقل ربع ساعة يعني كل ما نلوحو انتم على الأقل خدمو بكمية كبيرة يعني تخدمي بعشر حبات عشرين حبة وتخليوهم تحت السكر على الأقل عشر دقائق ربع ساعة ومن بعد هنا تنحيو السكر هذك الزايد وتجيبوه بالصفاية وديرو لها السكر على الوجه باش تاخذ هذا الشكل وتجيين فينيا شوفوا لهنا بعد ما نحينا الحلوة من تحت السكر خليوها حوالي عشر دقائق أنا بما أن وراني يصور يعني يخليها فقط زوج دقائق وهكيكو تعطيني شكل الشباب بس حنتم على الأقل ديرو جفنة تكون كبيرة ديرو فيها السكر غلاسي أيضا كمية كبيرة وحاولوا تغلاسيو بكمية كبيرة حوالي عشرين حبة باش تمشيو تفونسيو في الخدمة سينو إذا خدمتوا بثلث حبات في كل ثلث حبات ديرو ربع ساعة راح تباتوا هنا وعندي هذا الموتيف هذا الثاني تعال الورقة في الضوري رامي تباعوا ألوان وأشكال بنسبة لتزين لكم الاختيار تقدروا تديروا ورد اللي خدمتوه ولا الأرتيفيسيال ولا المهم أنا حاولت نحافظ على الهوية تحتها وحطيتها في الكيسات والارغونزا وهذه هي نتيجة وصفة سهلة سريعة ما تديش منكم وقت كبير وأيضا ديركم كمية لابس بها فقط تقدروا تغيروا اللوز بالكوكو بالنسبة للناس اللي حابيني الحلوات تكون اقتصادية الكوكو تاكم فقط ما تحمصوش بالزف وهو سخون رحيو هرقيق باش يجيكم ما يجيكمش معجن شوفوا اللي هنا الحلوات تعي أنا ما زال ما خليتهاش تباتوا كلش سنو كون خليها تبات راح تجيكم مع السلو تشوفوها الدخل تشوفو طول العسل اللي يبري بالنسبة اللي هنا نروح أضك الحلوة الثانية اللي هي البنيون اللي هنا من نهار بديت معكم الحلوة نكونوا شكو جدرت عشر أنواع تحلويات من نهار بديت كائنا حلوة اللي مثلا شكل تحا كما نقوله احنا يمصلح ليش مثلا حلوة تعال صابلي تحرقتلي ولا حتحمرتلي بزف عندي قلاسات اللي يبقى لي مارميتوش مثلا حلويات يبقوا مفردين المهم عفيس كما هكا مكسارة مهم تخليهم الآخر يوم البنيون ديما خليوه اللي أخر البقية يبقوا لكم اللي حلوة تحرقتلكم ولا المهم تقدروا ولا اي عفزة تقلاسي بها مثلا كما نبقى لي شوية عنواة كوكو مع السكو اللي درت به اللي حلوة القاطفة ثاني ضفتوا مع هذ البنيون درتهم في علبة وخليتهم في الثلاجة باش ما يقراسوا لكم سيرتوا مع السخانة وكلش واللي هنا في الاخير رحيتهم في هنا ودرت لهم شوية المعجون اي نوعية المعجون كانت عندكم سواء الباش ولا البريك ولا المشمش ودرتهم ايضا شوكولة تارتيني وخلطتم حتى ان تحصلت على عجنان ينقدرون شكلها كورية صغيرة عندي اللي هنا حوالي 400 غرام شوكولة نوازات بالبندق سننضلوه بالحليب والانوار كما تحبو درت لها زوج ملاق وثملاق الزيت وحطيتها في حمام مائي والانوازن الحلوة كل كورية اوزنتها 30 غرام باش يجوا الحبات كامل كيف كيف سننتقدروا اذا حبيتوا الحلوة كبيرة ديرو 40 غرام بعدما شكلت هذه الكمية كاملة حطيتها في المجمد تحكم روحها شوية وهذه الشي كولة بعدما حتى هي ذابت لي ضفت لها كمية من الكوكو لي كون كون كاسي باش كين بعد نقلاسي الحلوة تانا جي على شكل الفيريرو هاكا ونجيوبوا بالحبة ورح نقلاسي وها يعني طريقة بديهية فقط الفكرة هو انو البقاية الحلوة ما ترميوهمش خبيهم في علبة وش يبقى لكم سوين قلاساج طلية وش يبقى خليوه ما ترميوش في الاخير تحتاجوه شوفوا درتليك كمية لبس بها وانتو ما تقدروا تزينوها بوش تحبوه صراحة حلوة وجيت بزيف بنينها لانو فيها الفروي يور فيها الشوكولة البيضة فيها بزيف مكونات انو وصفتنا لنا اليوم وقالي نقول لكم شهيدكم بس حانتلقى وفي عد اخر تهلا وفروحكم السلام عليكم